نبدأ ملفات العربي من السودان العسكر يقودون الوساطة مجددا بين القوى المدنية المتناحرة هذه المرة يظهر نائب رئيس مجلس السيادة أحمد في الصورة مع الكتلة الديمقراطية المعارضة للاتفاق الإطاري يجلس معها ست ساعات كاملة كما قال مكتبه ليعلنا لاحقا التوصل لاتفاق على 95% من القضايا الخلافية مع المجلس المركزي للحرية والتغيير بعد ساعات قليلة يصدر بيان عن الكتلة الديمقراطية بنفسها يصف ما جرى بالخطأ الإجرائي نافيا التوصل لاتفاق موضحا أن تصريحات القيادات عقب الاجتماع مع حمدتي دمت تمت دون الرجوع إلى مختلف مكونات الكتلة البيان أردف أيضا قائلا أن المحادثات سالفة الذكر غير رسمية كما أن الحديث عن نسب الاتفاق على القضايا الخلافية لا يعني الكثير البيان أيضا أكد أن الكتلة الديمقراطية مع الحوار السوداني ماضية في استجابتها لدعوات مصر لتسهيل حوار سوداني سوداني مناسبة إصدار بيان الكتلة الديمقراطية كانت تصريحات أدلى بها سليمان صندل والذي أكد وهو طبعا نائب رئيس حركة العدل والمسواة المنضوية في الكتلة الديمقراطية أكد خلالها توصل الاجتماع مع حميتي لالتفاق على 95% من القضايا الخلافية مع المجلس المركزي صندل أشار كذلك إلى أن التشاور سيستمر برعاية حميتي لإنهاء القضايا المتبقية وصولا لتوقيع الكتلة الديمقراطية على الاتفاق الإطاري اتفاق ما زالت الكتلة الديمقراطية وقوى سياسية أخرى ترفضه تهدد بإسقاطه عبر الشارع مقابل تشبث الأضراف الموقع عليها باعتباره عنوان المرحلة وخارطة طريق البلاد نحو المقبل نسأل عن الموقف في الجهة المقابلة من القوى السياسية من الخرطوم ينضب إلينا نور الدين بابكر القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي تحياتي أستاذ بابكر بداية دعني أستطلع منك حقيقة ما جرى في هذا الاجتماع الذي دام لست ساعات يفترض أنه قارب بين وجهات النظر بين وجهة نظر المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية وتحديدا أود أن أسمع رأيك بالبيان الصادر عن الكتلة الديمقراطية هل برأيك هو تراجع أم فعلا خطأ إجرائي أستاذ بابكر هل تسمعون إذن مشاهدين لحين إصلاح الخلل التقني بيني وبين ضيفي نور الدين بابكر من المجلس المركزي عفوا نهو النقيد من المجلس العسكري إذن القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي سيكون معنا نحن في إطار الحديث عن بيان صدر يصحح ما نقل من تصريحات عن سليمان صندل القيادي والمشارك في الكتلة الديمقراطية والذي تحدث عن اختراق كبير بوساطة من حميد نائب المجلس العسكري للتقارب بين وجهات نظر القوى المدنية والمضي خطوة إضافية باتجاه توقيع الاتفاق الإطاري مرة جديدة أرحب بنور الدين بابكر أتمنى أن تكون تسمعني أستاذ بابكر أود أن أسمع منك عن ما جرى في هذا الاجتماع وعن الاختلاف في ترجمة نتائجه حقيقة نحن في قوى الحري والتقير ليس لدينا أي معلومات عن هذا اللقاء هذا اللقاء جاء من مبادرة من نائب رئيس مجلس الثيادة حميدتي في محاولة لإلحاق الحركتين الرئيسيات في تحارف الكتلة الديمقراطية للاتفاق الإطاري كما تابعتم خرج الاجتماع بأنه تم التواصل إلى 95% ما بينهم وبين مجلس الثيادة دون أي تفاصيل أو تقارب في وجهات النظر ثم بعد ذلك تابعنا عدد من التصريحات لكتل المختلفة في نفس التحالف تقول أنه هناك تسرع في هذا التصريح وهذا التصريح غير صحيح وغير دقيق لكن على العموم نحن فيما يتعلق بالعملية السياسية تحدثنا بوضوح أن أطراف العملية السلمية هم أجزاء رئيسية في العملية السياسية وبالتالي مدى ما قرر هاتين الحركتين بالتحديد حركة منيال كومننايو حركة العدل والمساواة الاتحاق بالاتفاق الإطاري والاتحاق بالعملية السياسية الأبواب ستكون مفتوحة نحن يوم غدا سنمضي خطوة إلى الأمان في الورشة الثانية لمناقشة قضية مهمة ويوهرية ومفتاحية عذرني قبل أن أسأل عن خطواتكم المقبلة سيد بابكر ولكن نود أن نتشارك وإياك في محاولة فهم ما يجري ما أصص هذه المبادرات التي تقام الآن عندما يكون نائب المجلس العسكري يقوم بهذه المبادرة لتقريب وجهات النظر قد يفترض المرء أنه على تواصل أيضا مع المجلس المركزي في نقل على الأقل وجهات النظر هل هناك تواصل بينكم وبين حمدتي حيال هذه المبادرات ليس هناك تواصل مباشر ولكن أعتقد أن نائب رئيس مجلس السيادة يعلم تماما تصور قوى الحرية والتقييرة والقوى الموقعة للاتفاق الإطاري حول أطراف هذا الاتفاق وبالتالي نحن نعتقد أن تخلف هاتين الحركتين الرئيسيتين ليست لديها أسباب موضوعية هناك حديث عن منهج الاتفاق الإطاري تحدثنا مرارا وتكرارا أن الإعداد لهذا الاتفاق تم دعوة هذه الحركتين لم تلبي الورشة التي استند عليها نفس الاتفاق الإطاري هي ورشة المحامين تم دعوتهم ولم يلبوا الدعوة القضايا المطروحة في الاتفاق الإطاري لم نستلب من هاتين الحركتين أي تصور مختلف أو رؤية مختلفة حتى يتحول النقاش لنقاش موضوعي حول القضايا وحول الطريق ولكن أعتقد أنه ظلت هاتين الحركتين متمتلسان في هذا الموقف لماذا برأيك سيد أبا بكر كما ذكرت في بداية جوابك المجلس المركزي في قوى الحرية والتغيير يقوم باستثناء جبريل إبراهيم وأركو من ناوي من الكتلة الديمقراطية يرى أنهما جهتين شاركتا في الثورة السودانية جديرتان بأن يفتح نقاش لماذا لم يتجاوب الرجلان معكم برأيك أنا أعتقد أنه لديهم تصورات غير حقيقية حول اختطاف القرار داخل الحرية والتغيير وحول اختطاف الغرار أو حول محاولة إلحاقهم إلحاق في هذه القضايا رغم تقديم التطمينات اللازمة ورغم التواصل المباشر مع هذين الحركتين منذ النقاش المبدأ ولكن أعتقد أنه أيضا عامل السقة الذي خلقه المواقف المتناقضة من الإنقلاب نحن كنا في معسكرين مختلفين تماما هم دعموا هذا الإنقلاب العسكري وعثروا على أنه هي عملية تصيحية ونحن كنا في النغيط تماما قاومنا هذا الإنقلاب العسكري ووصفناه بالإنقلاب ولكن سيد أبا بكر انصح التعبير أو التوصيف أهل الإنقلاب بحد ذاتهم على ما يبدو هناك اختلاف قبل أسابيع خرج أيضا السيد صندل وتحدث ناقلا رسالة من عبد الفتاح البرهان الذي انسحب من أي عمليات وساطة بين القوى المدنية مهددا حتى بالانسحاب من العمليات السياسية برمتها والآن حميتي يبدو كأنه يقوم بتعويض النقص أم القيام بدور كان يقوم به البرهان هناك إشارات تساؤل واستفهام وتعجب حول ما يجري بين حميتي والبرهان هل ترى أن الجبهة العسكرية موحدة؟ وبالتأكيد هناك خلافات وهناك تنازع حول الاتفاق والعملية السياسية بين الأطراف المختلفة في المدنيين وفي العسكرين ولكن الموقف الرسمي للعسكرين أنهم موحدين ومع الحل الثياسي ومع تسليم السلطة للمدنيين وخروج الموسة العسكرية من السياسة ولكن أعتقد أن الكتلة الدموقراطية نفسها هي كتلة تحتوي على مجموعة من المتلاغطات لديها أجندة مختلفة هناك بعض منتسبيها ما زالوا يدعون إلى العودة للدستور الانتقالي القديم الذي كل الأطراف ما فيه من العسكرين نفسهم تجاوزوا هذا الدستور الانتقالي أيضا ما زال هناك بعض الأطراف يتحدثون عن وجود الموسة العسكرية في السياسة كضامن للفترة الانتقالية وهذا أيضا ما تجاوزته القوى المدنية وتجاوزه أيضا الموسة العسكرية بالتالي نعتقد أن هناك خلل في المصالح المشتركة بين هذه الكتلة الدموقراطية تحديد يجعلها متجازبة الأطراف تخرج بالتصريحات المتلاغطة لا تراجع تجانس فيها ولكن بغض النظر سيد مباكر ليست فقط الكتلة الدموقراطية التي ترفض الاتفاق الإطاري هناك قوى أخرى تهدد أيضا بالشارع وأساسا حراك الشارع مستمر برفض الاتفاق الإطاري أو رفض الاتفاق مع العسكر مجددا الكتلة الدموقراطية من جهتها قالت أنها ترحب بوساطة مصرية لحوار سوداني سوداني فهل مجلس المركزي ما زال على موقفه من رفض هذه الوساطة؟ وبالتأكيد نحن نعتقد أن مصر دولة مهمة في المحيط الإقليمي والأفريقي ولديها مصالح مشتركة كثيرة مع السودان ولكن نعتقد أن مواقفها مؤخرا منذ 2011 2019 هي مواقف سلبية أو في النغيط تماما عن مصالح السودانين في التحول المدني الديمقراطي نحن نعتقد أنها ظلت بعيدة من هذه الملفات أو تقف في موقف ضد إرادة الشارع السوداني ما فيها الموقف الأخير الذي عرضته القيادة المصرية عندما أتت إلى السودان بأنه يتم تجاوز الاتفاق الإطار التي نعتقد أنه جاء مجهود لنغاش وحوار كبير بين قوة واسعة من القوة السياسية والمهنية في السودان وحصل هناك توافق قبير بالتالي لا يمكن أن يلقى كل هذا المجهود هباء من أجل وبعد لقير واضحة المعالم أضف إلى ذلك أنه نحن مصررين على حوار سوداني سوداني داخل السودان وطرحت المبادرة المصرية أنه يجب على الفرقاء السودانيين أنهم يذهبوا إلى مصر وهناك أيضا محاولة ليقراق هذه العملية بأطراف نحن نعتقد أنهم محسوبين على النظام السابق وأطراف أخرى غير مؤمنة بالتحول إلى مدنة الدمغراضي بالتالي نعتقد أن المبادرة المصرية من حيث الشكل ومن حيث المضمون لن تفضي لإنهاء الانقلاب واستعاية المسار المدني الدمغراضي وبالتالي نحن تحدثنا مع رفاقنا في الشقيقة المصر وممسترين الرثميين وقياداتها بأنه إذا كان هناك مجهود يجب أن تلعبه الحكومة المصرية يجب أن يكون في ضد دعم الاتفاق الإطاري وفي ضد دعم العملية السياسية الجارية في سودان لأنه حول توافق سوداني كبير شكرا جزيلا لحضورك معنا من الخرطوم نور الدين بابكر القيادي في تحالف قوى الحرية وتغيير المجلس المركزي مساءك سعيد ترجمة نانسي قنقر